أنا مؤمن أنه كل الوزراء والسيد الوزراء والرئيس ديب جميعا أوادم ومحترمين ولكن بالوقت عينه هم أعجز من أن يحققوا إنقاطة الوطنية من المنقذ الآن؟ سعد الحريري؟ أنا رأيي الشخصي إذا بتحكي بالأسماء الذي يمثل المكون السن واذا لن أساوم عليها النقطة يعني ما طرحوا رئيس ماكرون حكومة وحدة وطنية؟ طبعاً أنت بديك تعمل الإنقلاب على كمان مبادرة ماكرون للإقاظ الوطني على مبادرة المجتمع الدولي للإنقاذ الاقتصادي بديك تعملي عليها أنت الفرنسي يريد الحريري دولت الرئيس بيطرحوا لها المبادرة أنا بديها الشخصي مجرد هذه الجمعة كانت واضحة ماذا يريد الفرنسي باسم المجتمع الدولي تببي بشبس الفرنسي وأنا أؤكد الأمريكي يعني أكرر أؤكد أن هذه إرادة المجتمع الدولي لأنه والأمريكي لم تجبني على هذه أقول لك أؤكد 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 لسبب بسيط لأنه عندما يكون المكون السني متواجدا في السلطة وهذا ما أطالب به الشخصية من شهرين قبل حادثة الانفجار السيئة الذكر التي أدمت القلوب الرسالة التي تبعث للمجتمع الدولي أن التوازن في البلد موجود وأن مسألة سيطرة شريحة على الحكومة أمر غير موجود أنا أعرف أنه كان الانطباع كله القائم أنه حزب الله ومسيطر على الحكومة وأنا مدرك تماما أنه في عدة أمور لم يستطع أن يمررها ولكن الانطباع البرسبشن مجرد وجود التوازن في الحكومة هذا يبعد هذا الانطباع نحن نريد إنقاذا ولطانيا البلد على مشارف انهيار مؤسساته البلد على أشارف انهيار أمنه البلد على مشارف الذهاب باتجاه حروب قد تكون أكرر قد تكون أهلية بتقول لي ليش؟ بقول ليك ألم يقول سمحت السيد حسن الصلاة في خطابه الأخير أن هناك فرصة للانقاذ إذا لم تتأمن بإرادة اللبنانيين وإذهموا باتجاه الكيان مطروع النقاش كل واحد يدبر حاله شو يعنيته دا الكلام؟ من شخص مسؤول ويعرف ماذا يتحدد أنا بدي تحت عنوان همروجة النظافة الكفة القصر التي هي مطلوبة التي يجب أن تتوفر ويجب أن تتفعل عمل المؤسسات تحت همروجة عمل بالسنة الـ 52 عمل الثورة البيضاء تحت عنوان شو؟ فساد تحت عنوان نظافة الكفة القصر هذا لم يمنع أنه رجئت إجي تمونيسة بأخرى بعد صورة 58 بحكم فؤاد الشاب تأسست مؤسسات حقيقية تأسست مؤسسات حقيقية المترجم للقناة